السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم النهاردة نحل تدريبات الأضواء تضرم على القصة القصيرة مريم ومريم من منهج اللغة العربية الجديد للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول أنشط الأضواء على القصة القصيرة مريم ومريم نشاط واحد اقرأ ثم أجب في حصة العلوم طلب الأستاذ مكدي من تلميزه بالفصل أن ينقصم إلى مجموعات بحيث يشترك أفراد كل مجموعة في تقديم لوحة تعبر عن البصلة وتطورها انضمت مريم إلى فريق كان به زملاؤها محمود وكريم وهاني وأشرف والتف جميعا في دائرة يتناقشون فيما سيفعل كل منهم قالت مريم أعرف برنامج تحديد المواقع وهو تطور للبصلة إذ يستخدمه أبي في أثناء قيادته الصيارة على الطرق التي لا يعرفها يمكنني جمع المعلومات لكم وفقاطعها محمود بقولهم كلا سنقوم نحن بتلك المهمة فأنت فتاة ولن تستطيع معرفة جميع التفاصيل العلمية يمكنك فقط إعداد اللوحة وتقسيم المعلومات في مربعات مع بعض الرسومات بعدما قررنا الفقرة نشوف الأسئلة اللي عليها ألف اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد معنى إعداد هل تقديم تسليم تجهيز تفعيل معنى إعداد تجهيز فنختار تجهيز رقم اثنين مضاد التفو ذهبوا رجعوا تفرقوا استداروا يبقى مضاد التفو تفرقوا فنختار تفرقوا رقم ثلاثة مفرد المواقع الواقع الموقعة الواقيعة الموقع مفرد المواقع الموقع فنختار الموقع في رقم با أكمل ما يأتي واحد طلب المعلم من تلاميزه الاشتراك في تقديم نغط تعبر عن نغط إبقى الاشتراك في تقديم تقديم لوحة نكتب هنا لوحة تعبر عن نغط تعبر عن البصلة وتطورها رقم اثنين اعتقد زملاء مريم أنها لا تستطيع نغط بكل نغط أنها لا تستطيع المعرفة نكتب هنا المعرفة بكل نغط بكل التفاصيل العلمية نكتب هنا التفاصيل العلمية في رقم جيم كيف تعرفت مريم على برنامج تحديد المواقع فنقول إيه يستخدمه أبوها في أثناء قيادته السيارة يستخدمه أبوها أثناء قيادته السيارة في رقم دان ما رأيك في تصرف محمود مع مريم حين عرضت القيام بمهمة جمع المعلومات فتقول إيه تصرف خاطئ وكان عليها أن يعطيها الفرصة في رقم ه هذا طالب متميز في دراسته بيقول لك سني واجمع اسم الإشارة ثم اكتب الجملة صحيحة يعني عايز منينا اسم الإشارة هنا هذا مرة مسنة ومرة جمع ونكتب الجملة صحيحة هنا هذا اسم إشارة للمفرد المذكر فنحول إلى اسم إشارة للمسنة المذكر فنقول هازان طالبان متميزان في دراستهما طيب بالنسبة للجمع يقول هؤلاء طلاب متميزون في دراستهم نشاط رقم اثنين اقرأ ثم اجب في الموعد المحدد لتسليم كل فريق لوحاته وقف وقف الأستاذ مجدي بالفصل سعيدا بالتزام الجميع بما طلب منهم ثم وقف بينهم وشكرهم جميعا قائلا قبل التقييم الذي تنتظرونه لابد ان احكي لكم تاريخ اختراع برنامج تحديد المواقع ان الفضل في اختراع هذا الجهاز يعود الى عالمة الفلك العربية مريم الاسترلابي التي عاشت في القرن العاشر الميلادي فرحت مريم وزادت من تركيز استماعها لمعلمها في حين بدت الدهشة على وجوه بقية التلاميذ وبخاصة محمود نشوف مع بعض الاسئلة اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد معنى تركيز هل ضعف وضع انتباه ثقة معنى تركيز انتباه فنختار انتباه رقم اثنين مضاد بدت تراجعت اختفت ظهرت علت يبا مضاد بدت اختفت فنختار اختفت رقم ثلاثة جمع الموعد الوعود الوعيد المواعد الودائع جمع الموعد المواعد فنختار المواعد في رقم ب ضع علامة الصح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة واحد حكى المعلم لتلاميزه تاريخ اختراع الساعة الرملية العبارة خطأ رقم اثنين استمعت مريم بتركيز لمعلمها عندما حكى عن مريم الاسترلابي العبارة صحيحة في رقم جيم لماذا سعد المعلم بتلاميزه لالتزام الجميع بما طلب منهم لالتزام الجميع بما طلب منهم رقم دال متى فرحت مريم وزاد تركيزها حينما بدأ المعلم يتحدث عن عالمة الفلك العربية مريم الاسترلابي حينما بدأ المعلم يتحدث عن عالمة الفلك العربية مريم الاسترلابي رقم ها اجمع الجملتين الاتيتين اللاعب فائز نحولها للجمع نقول اللاعبون فائزون الفلاح نشيط نحولها للجمع نقول الفلاحون نشيطون نشاط رقم ثلاثة اقرأ ثم اجب واصل الاستاذ مجدي حديثه وقال وقال تعلمت مريم علم الفلك والعلوم الفضائية من والدها منذ صغرها وعملت لمدة سلاسة وعشرين عاما حتى اخترعت جهاز الاسترلابي المعقد الذي اطلق عليه العرب وقتها جهاز ذات الصفائح قاطعت مريم معلمها وقالت وماذا يعني جهاز ذات الصفائح قال الاستاذ مجدي هو نموذج للقبة السماوية تظهر عليه صورة السماء في مكان محدد عند وقت محدد حتى يسهل ايجاد المواقع عليهم فيحسب بدايات الاشهر العربية عبر رؤية القمر كما كان يمكنه تحديد اماكن النجوم والكواكب والوقت في الليل والنهار واتجاهات سير السفن بعد ما قرنا مع بعض الفقرة نشوف الاسئلة اللي عليها الاف اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد معنى اطلق عليه هل حياة صوب عليه سماه تركه فنختار سماه بعد رقم اثنين مضاد المعقد المنفرط البسيط المنفك المطلق فنختار سنين للقبة السماوية نكتب القبة السماوية رقم ذلك لوالدي مريم الاسترلابي دور كبير في حياته وضح ذلك حيث انه علمها علم الفلك والعلوم الفضائية رقم ها ميز المسنة في الكلمات التالية فهنا عندنا المسنة الجهازان الفتاتان المعلمان نشاط رقم اربع اقرأ ثم اجب سأل محمود وما علاقة الاسترلابي ببرنامج تحديد المواقع اجاب الاستاذ مجدي باسما ان فكرة عمل برنامج تحديد المواقع تعتمد على فكرة عمل الاسترلابي نفسها وكذلك البصلة وقد اخترعته امرأة في العصر الزهبي للحضارة العربية التي اتاحت الفرصة لليميع دون تمييز في التفكير والتعليم والابتكار ولكن للأسف لا يعرف قصة مريم الكسيرون شعر محمود بالخجل بعدما عرف قصة تلك العالمة التي يقوم على اختراعها ابتكارات حديثة في عالمنا المعاصر فنظر الى زميلته مريم وقال لها اعتذر لو كنت قد ضايقتك ولكن لك ان تفخري بان اسمك على اسم مريم الاسترلابي بعدما قلنا الفقرة نشوف الاسئلة اللي عليها رقم الف اختر اجابة صحيحة مما بين القوسين معنى اتاحت هل رفضت سمحت عملت زهبت فنختار سمحت طب رقم اتنين مضاد اختراع علم تحديث تقليد تطبيق مضاد اختراع تقليد رقم تلاتة جمع عالم اعلام علوم معالم عوالم جمع عالم عوالم فنختار عوالم في رقم ضع علام الصح امام العبارة الصحيحة وعلام الخطأ امام العبارة غير الصحيحة رقم واحد امتازت الحضارة العربية في عصرها الزهبي بالتشجيع على العلم والتفكير والابتكار العبارة صحيحة رقم اثنين رفض محمود الاعتزار لمريمة واثر على تجاهلها العبارة خطأ رقم جيم ما الاساس الذي تعتمد عليه فكرة برنامج تحديد المواقع فكرة عمل الاسترلاب نفسها وكذلك البصلة رقم دال هات من الفقرة السابقة اسما واسكر علامته هنا عندنا الاسم المواقع وعلامته دخور الالف واللام رقم اثنين فعلا وبين نوعه عندنا فعل اجابة فعل ماض رقم رقم ثلاث حرف وبين نوع على حرف جر فهنا اقول لك رقم حدد الجزر اللغو للكلمات الاتية الحضارة الحضور المتحضر الحاضر جزر الكلمة حضارة نكتب هنا حضارة وكذا يكون الصنا معاكم من نهاية الدرس النهار ده ارجو استفدتم معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته